موسيقى نشرة مفصلة للانباء من الميادين وتتابعون فيها المجلس العسكري في السودان يعفي وزير الدفاع ومدير جهاز الامن من مهامهما والمعارضة تدعو الى مواصلة التظاهر حتى تحقيق كل المطالب السيسي يعلن دعمه حرب حفتر على الارهاب وقوات السراج تسقط طائرة حربية اغارت على طرابلس موسيقى بومبيو يجدد تهديدات بلاده لما دوروا ملوحا بالمزيد من العقوبات على انواعها موسيقى فيلوسي تدعو ترامب الى حث فيديو تحريضي ضد النائبة الهان عمر والبيت الابيض يبرر ترامب لم يقصد الاساءة موسيقى وفي النشرة ايضا مئة مليون امريكيين مهددون بالاعاصر موسيقى اهلا بكم احل المجلس العسكري في السودان وزير الدفاع عوض بن عوف ومدير جهاز الامن المستقيل سلاح قوش الى التقاعد وقال الناطق باسم المجلس شمس الدين كباشي انه تم تعين رئيس جديد لجهاز الامن والمخابرات مع مواصلة اعتقال رموز النظام السابق المتورطين في الفساد الى جانب تأليف لجنة معنية بتسلم اصول حزب المؤتمر الوطني الذي لن يشارك في الحكومة الانتقالية اطار ترتيبات الجارية فيما يتعلق بجهاز الامن والمخابرات الوطني كان قبول استقالة الفريق اول مهندس صلاح عبدالله محمد المشهور بقوش ومن ثم اصدار القرار باحالته للتقاعد ثم قرار اخر بتعين الفريق اول ابو بكر مصطفى مديرا عاما لجهاز الامن والمخابرات الوطني وهناك ايضا العديد من الترتيبات التي تجري في مؤسساتنا العسكرية وبصفة خاصة في جهاز الامن والمخابرات الوطنية هناك كثير من الامور الجارية في اطار عدد هيكلته وترتيب الامور الداخلية به كوباشي قال ان الكرة الان فيما يتعلق برئيس الوزراء والحكومة في ملعب قوى المعارضة اولاها تحديد شكل العلاقة ما بين المجلس والقوى السياسية او المجتمع المدني باعتبار ان هذه القوى السياسية هي شريك اصيل في ادارة الامور خلال الفترة الانتقالية هي المعنية بترشيح رئيس الوزراء هي المعنية بتشكيل الحكومة لذلك جلسنا معهم للتفاكر معهم في كيفية تعطير هذه العلاقة تجمع المهنيين السودانيين وفي بيان له اكد مواصلة الثورة بكل وسائل المقاومة السلمية حتى تحقيق اهدافها كاملة غير منقوصة داعيا الى مواصلة الاعتصامات والتظاهر امام مقر قيادة القوات المسلحة مؤكدا مطالبه المتمثلة بتصفية تركة الفساد واعادة بناء وتأهيل جهاز الدولة والخدمة المدنية واسعاف الاقتصاد الوطني والتأسيس لدولة الشفافية والمواطنة بوضع دستور دائم يتوافق عليه كل مكونات الشعب قال وزير الخارجية المصري سامح شكرين بلاده تدعم تطلعات الشعب السوداني وتثق بقدرة الجيش على حفظ الامن والاستقرار في البلاد شكري وعقب لقائه مع نظره البولندية تسيك تشابوتوفيتش اكد ان مصر مستمرة في تقديم كل ما يحتاج اليه الشعب السوداني خلال الفترة المقبلة وتأمل ان يتجاوز السودان الاوضاع الحالية نحن ندعم خيارات الشعب السوداني وما يسعى اليه من رسم خارطة للمستقبل والوجود المؤسسات السودانية ومن ضمنها طبعا القوات المسلحة وقدرتها على تلبية ارادة الشعب السوداني والخروج من الازمة الحالية دعت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج في بيان مشتركين الى حوار شامل في السودان لضمان انتقال منظم للسلطة الى حكومة مدنية الدول الثلاث دعت في بيانها السلطات الحالية الى الاستماع لنداءات الشعب واتخاذ الخطوات اللازمة لبناء الثقة مثل الافراج عن جميع المحتجزين السياسيين من قبل النظام السابق وزير الخارجية الايراني محمد جواد ضريف عز التطورات الخطيرة في منطقة شمال افريقيا الى تدخل دول عربية في شؤونها بيان للخارجية الايرانية نقل عن ضريف خلال استقباله السفير الفرنسي الجديد في تهران جاهزية بلاده للتعاون والتفاوض مع المسؤولين الفرنسيين لحل مشاكل المنطقة محذرا من التصريحات الغربية صادرة بشأن البرنامج النووي الايراني مثل السودان ساحة للتدخل السعودي الاماراتي بدعم امريكي تدخل تكرر في دول وساحات مختلفة التفاصيل في هذا العرض لأحمد عبدالله اهلا بكم ساد صمت سعودي واماراتي طيلة الاحداث في السودان حتى بعد الانقلاب على الرئيس السابق عمر البشير لم يكسره سوى تسلم الفريق اول عبدالفتاح برهان رئاسة المجلس العسكري الانتقالي لتعلن السعودية والامارات دعمهما لقرارات المجلس العسكري الانتقالي الترحيب الاماراتي السعودي اثار تساؤلات حول حقيقة علاقة برهان المسؤول الاول عن ارسال الجنود السودانيين الى اليمن بالرياض وابو ظبي وحول علاقة هاتين الدولتين بالانقلاب داخل السودان رغم الحراك المدني في وجه عسكرة السلطة دور سعودي اماراتي امتدى الى ساحات مختلفة ابرزها في اليمن امعنى التحالف السعودي بالمجازر والقتل بعد فشل العدوان فحولت السعودية والامارات فرض امر واقع عند البدء بالحل السياسي من خلال دعم وتثبيت برلمان خارج صنع في ليبيا يتكرر السيناريو هجوم الجيش بقيادة حفتر على طرابلس الغرب تم بغطاء ودعم اماراتي سعودي صحيفة والسريت جورنال الامريكية نقلت عن مسؤولين سعوديين تعهد الرياض بتمويل عملية حفتر العسكرية للسيطرة على طرابلس في تونس لطالما اتهم الرئيس السابق المنصف المرزوقي الامارات والسعودية بالعمل على اعادة المنظومة القديمة للحكم تدعم السعودية والامارات كل اخصام حركة النهضة مع عدد تيارات المعروفة بتأييدها للمقاومة في محاولة لتوحيد القوى لمواجهة النهضة الحليفة لقطر وتركيا في سوريا بعد الفشل في الميدان تتجه الامور نحو الحصار الاقتصادي وهذه المرة بمساعدة مصرية تبدت من خلال منع السفن الايرانية المحملة بالنفط من الوصول الى الموانئ السورية فيما يستمر الهجوم الاقتصادي الامريكي على ايران بدعم سعودي اماراتي اما في فلسطين المحتلة فقد كانت دعم لبنيمين نتنياهو ضرورة ليفوز بأي طريقة وسيف صفقة القرن المدعومة سعوديا واماراتيا مسلط على رقاب الفلسطينيين في العراق تحاول السعودية ان تجعل من هذا البلد منصة لمناكفة ايران عبر مذكرات تفاهم واتفاقيات يتعلق ابرزها بتزويد السعودية للعراق بالكهرباء سياسة فشلت في لبنان الذي لم تنجح فيه كل المحاولات السعودية والامريكية بابعاد حزب الله عن الحكومة والمشهد السياسي اكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم مصر جهود مكافحة الارهاب والميليشيات المتطرفة لتحقيق الاستقرار في ليبيا وخلال لقائه قائد الجيش الليبي خليفة حفتر في القاهرة قال السيسي ان محاربة الارهاب ستسمح بارساء قواعد الدولة المدنية المستقرة ذات السيادة والبدء في اعمار ليبيا ميدانيا اعلنت قوات حكومة الوفاق اسقاط طائرات تابعة للجيش الذي يقوده حفتر في منطقة وادي الربيع جنوب شرق طرابلس فيما اعلن النطق باسم جيش حفتر احمد المسماري مقتل اربعة اشخاص يحملون الجنسية السودانية اثر غارة شنتها طائرات تابعة لحكومة الوفاق العمليات العسكرية اليوم شهدت من قبل العدو كذلك شهدت غارات جوية من مطار مصرة فقدنا احتى طائراتنا المقاتلة ميج 21 وقد يكون الطائرة اصيبت بصاروخ القوات برية تتقدم على سبع محاور هذه المحاور السبعة الآن في هذه اللحظات تعمل بشكل كامل وخاصة المحاور التي اقتربت من طرابلس اكثر من غيرها حكومة الوفاق الوطني الليبية اصدرت اوامر بالافراج عن المعتقلين الصغار السن وشددت على ان الحرب ليست بين شرق البلاد وغربها بل بسبب طموحات فردية للتسلط وعقب اجتماعه مع اركان غرفة العمليات المشتركة اكد رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج انه بحث الاجراءات اللازمتا للقبض على المتورطين في الهجوم على العاصمة الليبية في ظل تطورات المتسارعة في بؤر التوتر في المنطقة كيف يمكن قراءة صراع المحورين السعودي الاماراتي والتركي القطري على النفوذ والمصالح لا حسمة في السياسة لا حسمة والانتصارات كاملة بطبيعة الحال امريكا كقوة عظمى تدرك هذا الامر جيدا مستندة الى تاريخ طويل مليء بمحاولات التدخل في مصائر شعوب ودول وجغرافيا هذه استراتيجية القوى العظمى القائمة في الاساس على توسيع النفوذ خدمة لمصالحها الخاصة من هذه الزاوية تحديدا تمثل المنطقة ساحة مغرية للعين الامريكية الصراع القائم حاليا بين حليفين اساسيين في المنطقة يعد خير مثال على مفاهيم الرعاية الامريكية فهناك الحلف السعودي الاماراتي مقابل الحلف القطري التركي وحلفائهما على الارض ولسيما حركة الاخوان المسلمين صراع مباشر وغير مباشر في آن يتخلله دخول روسي يقلب أحيانا التوازنات ففي ليبيا تخوف كثيرون من اندلاع حرب أهلية جديدة منذ إعلان خليفة حفتر هجومه على العاصمة طرابلس روسيا في الخندق السعودي الاماراتي المدعوم من أمريكا أساسا تزكي ورقة حفتر وبالرغم من ذلك فإن العاصمة لم تسقط والبلاد عادت إلى استاتيكو الاستنفار على الجبهات المنازلة الأكثر وضوحا تقدمها التجربة السورية حيث وقفت روسيا مع الدولة منذ بداية الأزمة وهي الدول التي قاطعت دمشق تعود تدريجيا إليها وهي تخرج منتصرة بعد أكثر من ثمان سنوات مما سميت بالحرب الكونية بقيادة أمريكا وحلفائها الإقليميين حرب من نوع آخر تصمد فيها طهران برغم العقوبات والحصار الاقتصادي سمود يكاد يوازي سمود اليمنيين الأسطوري في حرب لا تعرف لها نهاية بل المزيد من الانقسامات داخل المعسكر السعودي الإماراتي نفسه وهنا اختارت روسيا عدم الوضوح في التموضع حكس ما فعلت في السودان حيث دعمت الحراك المدني فالانقلاب والانقلاب المضاد في السودان والذي حمل صبغة الحلف الثنائي الخليجي نفسه قذف بالمشهد السوداني إلى مرحلة غير واضحة المعالم بعد كل بؤر التوتر هذه تتوزع فيها الاستفافات وفق المصالح وحتى صفقة القرن التي تجند أمريكا حليفيها السعودي والإماراتي وكل تاريخها لارتكابها تبقى المقاومة في فلسطين بمختلف تشعباتها خير دليل تاريخي على أنها لن تمر أعلنت الخارجية السورية أن الوزير وليد المعلم استمع إلى عرض قدمه المبعوث الأممي جير بيدرسون حول أنشطته منذ زيارته الأخيرة لدمشق الشهر الماضي بيان الوزارة أشار إلى أن المعلم بحث مع بيدرسون الجهود المتواصلة من أجل حراز تقدم على المسار السياسي للأزمة السورية واستكمال المشاورات المتعلقة بالعملية السياسية بما في ذلك لجنة مناقشة الدستور الرئيس السوري بشار الأسد أكد أن ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية يحتم على سوريا والعراق مواصلة ما من شأنه صون سيادتيهما في وجه مخططات التقسيم والفوضى التي يحوكها الأعداء وخلال لقائه مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياد في دمشق قال الأسد أن تعزيز العلاقات بين البلدين يصب في مصلحة الشعبين لاستكمال القضاء على بؤر الإرهاب أما الفياد فأكد أن قوة سوريا وانتصارها على الإرهاب انتصار للعراق فالح الفياد في دمشق بعد شهر من عقد القمة العسكرية الثلاثية بين طهران وبغداد ودمشق مستشار الأمن الوطني العراقي يلتقي الرئيس الأسد والنقاش ينعقد بما يتعدى الرسائل السياسية إلى تنسيق أمني بعد العسكري على طرفي الحدود للقضاء على ما تبقى من بؤر الإرهاب أولا ولمنع تقسيم العراق وسوريا أو الفصل بينهما كما أكد الرئيس الأسد تدعيات إنهاء المعارك الكردية المدعومة أمريكيا ضد داعش في شرق الفرات التي وحدت هواجس الساحتين العراقية والسورية للرد على مخططات التقسيم والفوضى التي تلوح بها واشنطن عشية الانسحاب الأمريكي المفترض نهاية هذا الشهر وتأكيد الأصرار السوري على التمسك بالتحالف الوثيق مع العراقيين الذي بدأ منذ معارك طرفي الحدود فيما يتعدى الحدود العراقية أحيانا وربما يمكن هذا التحالف أطراف محور المقاومة من تثمير الموقع الوسطي الذي يسعى العراقيون لتبيت بلادهم فيه على مستوى المنطقة من أجل نزع ألغام سياسية وأمنية ومحاولة تهديئة بعض المحاور وبعد انجلاء غبار معركة الباغوز آلاف المسلحين من داعش الذين تعتقلهم قصد في ثلاثة معسكرات قنابل موقوطة قد تعيد الفوضى إلى الحدود المشتركة بين البلدين إذا ما أعادت واشنطن والكورد استخدامهم لمنع دماشق من استعادة مناطق شمال شرق الفرات بعد استعادة الجيشين العراقي والسوري مساحات واسعة من الحدود الريبة المشتركة مما تخطط له واشنطن بعد تخفيض عدد قواتها في سوريا فرضت استعجالاً سورياً عراقياً لاحتواء تدعيات هذا الانسحاب والتنصيق المشترك لضبط الحدود ومنع تحويلها مجدداً إلى ساحة للمواجهة أو الاستنزاف للجيشين وحلفائهما فالح الفيات في دماشق مجدداً لاستكمال التنصيق أمنياً بعد إنجاز الشروط العسكرية في قمة دماشق الشهر الفائت وفتح ممر بري كشريان اقتصادي وعسكري بعيداً عن القواعد الأمريكية في ظل الحصار المفروض على سوريا والذي بدأ يضرب قطاعات أساسية لا قبل لدماشق بتحمل تبعاته مدة أطول ديما ناصيف دماشق الميادين ميدانياً قصف الجيش السوري تحركات جبهة النصر في ريف حماس شمالي حيث خرقت اتفاق منطقة خفض التصعيد وكان أحد عشر مدنياً بينهم أطفال ونساء استشهدوا وأصيب أحد عشر آخرون جراء سقوط صواريخ جراد على حياء الخالدية وشارع النيل في حلب قبل ما أطلع على البلكون اسمعت صوت انفجار دنيا سوداء قدامي قدامنا جيراناً سيارة احترأت كذا شرفت حالي على المطبخ ما أحس إلا كل شيء في البيت عمال في رفوعنا نتيجة صوبت بأيدي الثانية الله لا يوفق في تهران نظمت الحوزات الدينية وقفة احتجاجية ضد قرار الرئيس الأمريكي ترامب اعتبار حرس الثورة منظمة إرهابية مئات الطلبة ارتدوا زي الحرس كموقف رمزي وأطلق شعار الموت لأمريكا أحمد البحراني إدانة قرار ترامب إدراج حرس الثورة على لائحة الإرهاب متواصلة في إيران هذه المرة من الحوزات الدينية في طهران حيث ارتدى طلابها زي الحرس وأطلقوا شعار الموت لأمريكا ورفعوا السقف بتهديد قواتها في المنطقة مركز القيادة الأمريكية الوسطى يقع في منطقتنا وهناك 175 مقرا للجيش الأمريكي في مرمى صواريخنا نحن بانتظار أوامر المرشد لنسوي جميع هذه المقار بالأرض في حال ارتكبت الإدارة الأمريكية ورئيسها الذي يمثل كبير طغاط العصر أي حماقة ضدنا خطاب تصعيدي ربما تتطلبه الإجراءات الأمريكية المتلاحقة ضد طهران لكنه لا يعني بالضرورة مواجهة عسكرية مباشرة قريبة هنا سبعد أي احتمالات مواجهة بين الطرفين الطرف الأمريكي هو أعلن بدقة أن هذا هو موقف سياسي ولا يتجاوز هذا الموقف من هنا أي مواجهة محتملة بين الحرس وأمريكا الآن هي غير مطروحة لأن الإرادة غير قائمة لا تملك الإدارة الأمريكية قدرة التعامل مع حرس الثورة كمنظمة إرهابية يقول الإيرانيون مدامت سفنها الحربية لن تمر من مضيق هرمز من دون إذن من قوات الحرس المسيطرة عليها من أقصى اليمين إلى أقصى يسار التيارات السياسية الناشطة داخل إيران الجميع دان اعتبار حرس الثورة منظمة إرهابية فالقرار الأمريكي حسب تعبيرهم لا يستهدف فقط الركن الرئيس في المؤسسة العسكرية للبلاد وإنما الأمن القومي الإيراني برمته مدام الحرس يشكل أحد أبرز أركانه أحمد البحراني طهران الميادين أجرى طيارون من اليونان والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وإسرائيل والإمارات مناورة جوية مشتركة في اليونان هذا الأسبوع وقد نقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية مشاركة ثمانين طائرة ومئتي طيار في المناورة اعتصم موظف وكالة الغوث وأصحاب المنازل المدمرة أمام مقر الوكالة في مدينة غزة وطالبوها بوقف إجراءاتها ضدهم رافضين تبريراتها بأن القضية هي أزمة مالية لنا شاهد من جديد تعود الاحتجاجات ضد وكالة الغوث لتتصدر المشهد في غزة عائلات دمرت منازلها خلال عدوان 2014 ومنذ ذلك الحين تنتظر إعادة الإعمار وتسكن حاليا في بيوت الإيجار بدل الإيجار أوقفته وكالة الغوث منذ 11 شهرا ومعه تفاقمت معاناة الكثيرين نحن مدمرين عن جد لا أحد يدور عنا الناس ضائعة مئة في الشارع نصف هذول نصف مش لقين يأكلوا عشان يقدروا تعمل الإيجار بدنا بدأ الإيجار وكالة الغوث حتى الآن بتماطل ببناء منزلي منزلي تماطل فيه بكرة واليوم وبعده بكرة جاي منحة كل واحد يضرب على سياسة أنا مش عارض في الشارع بدي حقني زي الناس ألف سبعمائة واحد مربين في الشوارع يا عمي حرام التقوى الله فينا الاحتجاجات امتدت أيضا إلى موظفي وكالة الغوث الذين طالبوا بإعادة من تم فصله من العمل أو تحويله إلى نظام الدوام الجزئي إضافة إلى فتح باب التوظيف مطالب مطروحة على بساط البحث بين الوكالة وبين اتحاد الموظفين واللجنة المشتركة للاجئين هذه حقوق يجب أن لا تخضع للا المساومة ولا للابتزاز إذا أتت الإدارة برد سلبيا على المطالب التي تقدمنا بها فنحن سنكون أمام تصعيد في وجه الإدارة بدأنا هذا العام بعجل 360 مليون دولار وهي المساعدات التي كانت تقدمها الإدارة الأمريكية وهي الصفر الآن لدينا مشكلة تمويل تتجدد هذا العام أكثر من مليون لاجئ قد يحرمون من المساعدات الغذائية نتيجة عدم توفر التمويل تقول الوكالة لكن الفلسطينيين يرون أن القضية تجاوزت حدود الأزمة المالية إجراءات وكالة الغوثي يقف وراءها قرار سياسي يقول المتضررون ويؤكدون أن ما يطالبون به هو حق لهم وليس منة من أحد لانا شاين غزة آن ما يا دين في الجزائر كشف رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة للميادين عن دور لشخصية نافذة في تفكيك المشروع النووي الجزائري السلمي الذي أزعج الإسرائيليين ناسف لكل ما حدث كانت كان حراك حضاري سلمي ونعتقد بأن ما عدا المؤسسة العسكرية فأن في مؤسسات أخرى هناك توجس ما من بعض هذه المؤسسات معروف من وضع رأس هذه المؤسسات لا سيما مؤسستين أمنيتين أمنيتين جزء من ما وصفوا ببيان وزارة الدفاع الوطني بالعصابة وهو نفس الشخص ربما الذي كان له دور في تفكيك المشروع النووي الجزائري وتحويله من وزارة الدفاع الوطني إلى وزارة الطاقة وبالتالي فكيك المشروع وهو سلمي وهو الذي أزعج الكيان الإسرائيلي في بداية التسعينات وقال بن قرينا إن جهات خارجية تربصت بالجزائر لإخراجها عن المسار الدستوري بهدف إخضاعها لقرارات أممية وتدخلات غربية لإضعاف المؤسسة العسكرية مقاربة وزارة الدفاع الوطني هي بتفعيل المادة 102 وكذلك المادة 87 والتي تنص بأن الشعب هو صاحب السيادة ولكن سيادة يمثلها ويأخذها عن طريق الانتخابات الشرعية كان هناك ترصد كبير من قوى خارجية وتربص بالخروج من الدستور حتى تضع لا استبعد وكان غير مستبعد أن يكون هناك تدخلات في إطار إما قرارات أممية وإذا تعذر في إطار قرارات شرعيات جهوية أوروبية أو غيرها ضد المؤسسة العسكرية وضد المنحة الذي يمكن أن يسير فيه عملية الانتقال آمن والسلسل وفي الجزائر أيضا أكد رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس أن الخروج من الأزمة السياسية لن يكون بالحل الدستوري وحده بل يجب أن ترافقه الحلول السياسية بن فليس دعا المؤسسة العسكرية إلى مرافقة المرحلة الحساسة على عكس ما يشاء فإننا لسنا بعد في مرحلة الانتقالية ولا حتى في مرحلة التحضير للمرحلة الانتقالية ففي رأيي أننا لازلنا في نقطة تقلب أين بواند بسكول إما نقطة تقلب إما نحو الخلف أي استمرارية النظام السياسي في ثوب آخر أو قناع مخادع جديد والذي يريد الشعب التخلص منه فاصل ونعود أهلا بكم من جديد جدد وزير الخارجية الأمريكي تهديدات إدارته بفرض المزيد من العقوبات على فانزولا مشيرا إلى أن واشنطن لن توفر الوسائل المتاحة لمحاسبة النظام الفانزولي وفق تعبيره اغتصاب مادورو للسلطة يجب أن ينتهي وعلى العالم كله أن يرفض السلطة اللاشرعية في فانزولا بما فيها السلطة على الجيش وستواصل الولايات المتحدة استخدام كل الوسائل الاقتصادية والسياسية التي في متناول أي دين عبر العقوبات وإلغاء التأشيرات ووسائل أخرى وسنسعى إلى محاكمة النظام ومن يدعمونه لمسؤوليتهم عن الظلم والفساد الرئيس الفانزولي نيكولاس مادورو كان قد أمر بزيادة عناصر الوحدات الشعبية البوليفارية تفاصيل أكثر في العرض التالي لمريم عثمان أهلا بكم ثلاثة ملايين عنصر سيصبح عدد قوات الدفاع الشعبي الفانزولية أو ما يعرف بالقوات الشعبية البوليفارية في نهاية العام الحالي بعد وعود كثيرة أطلقها الرئيس الفانزولي نيكولاس مادورو نجحت فانزولا في زيادة عدد قوتها الشعبية ليصل إلى أكثر من مليوني عنصر حاليا وفي بناء خمسين ألف وحدة دفاعية متكاملة كثر الحديث عن هذه القوات الشعبية منذ بداية الأزمة الفانزولية الرئيس الفانزولي ثمن مرارا دور هذه القوات في الدفاع عن السيادة الفانزولية ضد أي تهديد خارجي ولكن ما هي هذه القوات؟ القوات الشعبية البوليفارية هي جزء من القوات المسلحة تتألف من قلب الشارع الفانزولي من المدنيين المدربين من النساء والرجال الذين بلغوا ثمانية عشر عاما والذين أصروا على أن الدفاع عن فانزولا ضد أي تهديد خارجي مهمة كل مواطن فانزولي هذه القوات الشعبية أسسها الرئيس السابق هوغوت شفاز عام 2007 لتكون دعما لمؤسسات عسكرية أخرى كالجيش والحرس الوطني وسلاح الجو والبحرية لتصبح فيما بعد الجهاز الخامس بين الأجهزة التابعة للقوات المسلحة البوليفرية والهدف من تأليف هذه القوات الشعبية هو تأمين خطة طويلة الأمد للقضاء على أي خطر لتدخل خارجي في ظل تزايد تهديدة واشنطن وحلفائها بالغزو العسكري لفانزولا هذه القوات الشعبية منخريطة تماما في القوات المسلحة هذا ما أكده مرارا قائد العمليات الاستراتيجية في القوات المسلحة وما دوره بنفسه ولم يكن توقيت تصريحات ما دوره حول هذه القوات صدفة بل في الثالث عشر من نيسان إبريل الحالي أي في العيد الوحيد الذي تحتفل به هذه القوات إحياء لذكرى عودة تشافاز إلى السلطة عام 2002 هذه القوات الشعبية يجري تدريبها من قبل القوات المسلحة على نحو دائم لتكون في جاهزية تامة لأي طارق وتحصل على أسلحتها من القوات المسلحة التي توزعها وتضعها في أيدي عناصرها من الرجال والنساء أما أهم وظائف ومهامات هذه القوات إقامة روابط دائمة بين القوات المسلحة البوليفارية والشعب الفنزولي لتكون صلة الوصل بين الشعب والقوات المسلحة تجنيد وتأليف وتنظيم وإعادة تدريب وحدة جديدة من القوات الشعبية البوليفارية تنظيم وتدريب أفراد وحدة القوات الإقليمية على تنفيذ عمليات الدفاع الشاملة والمساهمة في القيادة الاستراتيجية التنفيذية وفي وضع وتنفيذ خطط الدفاع الكامل طلبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي من رئيس قسم الأمن في الكونغرس تعزيز الحماية الأمنية للنائب إلهان عمر وأفراد عائلتها وموظفي مكتبها على الفور عقب تغريدة للرئيس الأمريكي انتقد فيها تصريحات لعمر وحذرت بيلوسي من أن خطابات ترامب المليئة بالكراهية والتحريض تنشئ مناخا خطيرا المتحدثة باسم البيت الأبيض سارا ساندرز أشارت لأن ترامب لم يقصد أي إساءة عندما انتقد عبر تويتر تعليقات عضو الكونغرس للديمقراطية إلهان عمر وفي حديث إلى محطة ABC News التلفزيونية قالت أن على الرئيس مخاطبة عضو الكونغرس بسبب تاريخ من تعليقاتها المعادية للسامية وليس لمرة واحدة فحسب في لبنان فازت مرشحة تيار المستقبل ديمة جمالي في الانتخابات نيابية الفرعية في طرابلس شمال البلاد بعد فرز 99% من الأصوات سار الحف هي رسالة استغلت ترابلسيون الانتخابات الفرعية لإطلاقها مللو يأس الشارع الترابلسي انعكس إقبالا ضعيفا على صندوق الاقتراع في انتخابات حشدت لها بعض الأطراف السياسية لاستعادة تموضعها في عاصمة الشمال محدا منهم يشوفون الوقت الانتخابات ينزلوا مع العالم ويمشوا بالطريق يفوتوا على أسواء طرابلس يشوفوا العالم كيف تأكل مزدالة عالم بمعها تأكل بمين إلكسيئة؟ بمين؟ يعني في أمل في حصوص إن شاء الله أنه طرابلس تكون أفضل من السابق حسنت فرص العمل من انتخابات المعادية؟ لا لا أبدا بس أمل أنه جاي مساعدت من الخارج وممكن يكون أفضل من السابق هذا يعني طموحنا المقعد النيابي الذي تم إلغاؤه بقرار قضائي كان من حصة تيار المستقبل والاستعادته تحالف رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري مع كل من رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي والوزيرين السابقين أشرف ريفي ومحمد الصفضي فيما قاطع تحالف النائب فيصل قرام الانتخابات ترشيحا واقتراعا اليوم نحن منتظرين أن الأقبال لا يكون كبير لأنه ما فيها الحماس الأوي أو علاصبية القوية بين تيارين مزيد الانتخابات محطة انتخابية صارت محطة انتخابية عام نقوم كل واحد عام بيقوم بيواجبه ولا حتقدم ولا حتأخر ما في شك أنه الوعود الانتخابية لم تنفس الوعود الانتخابية بال2009 كانت على برنامج وعود نظرية كان فينا الواحد يتأمل اليوم الوعود عم تنعطع على شيء موجود بين إيدينا وهي وعود كذبة ليس هكذا أعتقد أنه لابد من أن يكون هناك محاصبة في ترابلوس الانتخابات الفرعية في عاصمة الشمال والتي جرت بحسب النظام الأكثري تنافس فيها ثمانية مرشحين ولأنها خلت فعليا من منافسة قوية في ظل مقاطعة شريحة ترابلسية عدها كثيرون اختبارا لجمهور المستقبل هي ليست مجرد انتخابات فرعية لاختيار نائب واحد فقط بنظر بعض القوى السياسية هي محاولة لطيار المستقبل لإحداث تغيير في المزاج الشعبي ولإثبات وجودها على الساحة الترابلسية بعد تراجع حصته النيابية بشكل كبير في انتخابات أيار مايو الماضية سار الحاف من ترابلس شمال لبنان الميادين أعلنت سلطاته في صنعاء أنها طلقت اتصالات من قيادات سياسية وعسكرية يمنية في الخارج تريد العودة ويجري ترتيب وصولها وتأمينه من قبل الجيش واللجان كخطوة نحو تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وذلك بعد قرار العفو العام الذي أقره المجلس السياسي الأعلى أحمد زبيب ارتضى لنفسه أن يكون في منزله بصنعاء بين أبنائه وأحفاده على أن يرتم في أحضان التحالف الذي اعتدى على وطنه بعد أن تكشفت له الحقائق هكذا يقول الصحفي اليمني أحمد المكاش الذي عاد من القاهرة مستفيدا من قرار العفو العام للمجلس السياسي الأعلى في اليمن في النهاية يوحدنا وطن لا يعني أن أختلف مع أنصار الله أرتمي في أحضان آل سعود العدو التاريخي الأكثر قبحا ونذالا هذا قمنا في السقوط الأخلاقي الصحفي المكاش يقول أن المئات بل الآلاف من اليمنيين ممن كانوا بصف التحالف السعودي وقوات هادي يريدون العودة للالتحاق بصف مواجهة العدوان على بلدهم كلهم يريدون العودة في أحرار وسيعودون من رياض ولن تتنطخ أيديهم بعضهم بالرياض السعودي ولا بالتآمر على بلدهم فيمن سيعودون من تركيا لأن نصق معهم من القاهرة من أوروبا من السعودية الأرقام الحكومية في صنعات تحدث عن أكثر من خمسة آلاف من المغرر بهام بين من أطلق سراحه أو تم استقباله من سياسيين وعسكريين عادوا وفقا لقرار العفو العام أطلقنا موضوع المصالحة الوطنية ضمن الرؤية الوطنية لبناء الدولية من الحديثة وبالتالي نحن مؤمنين بالمصالحة الوطنية ومؤمنين بأن الوطن يتسعى الجميع وأن يعود الجميع إلى أعمالهم بآمن والسلام واستقرار بإذن الله تعالى ووفق قرار العفو يعمل الجيش واللجان على تذليل أي عقبات وإزالة المخاوف التي قد تعترض طريق عودة المغرر بهم إلى ديارهم ومناطقهم أتاح قرار العفو العام لمن تركوا صف التحالف وهادي ممارسة كامل حقوقهم السياسية والمدنية طبقا لأحكام الدستور والقانون قرار يشكل فرصة نحو تحقيق السلام المنشود والحفاظ على وحدة الصف الداخلي اليمني أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين انقسام جديد شهده حزب نداء تونس بعد أن انتخبت لجنته المركزية قيادتين جديدتين للحزب خلال اجتماعين متوازيين الأول تزعمه نجل رئيس الدولة حافظ قائد السبسي وتزعم الثاني أحد المناصرين لرئيس الكتلة البرلمانية سوفيان طوبال مراد الدلنسي ما بدى في البداية أنه نجاح لحزب نداء تونس في تجاوز أزمته وانتخاب قياداته ونجاح مؤتمره تحول فجأة إلى انقسام عميق زاد من حالة التخبط التي عاشها الحزب فبعد انتخاب اللجنة المركزية والتوافق على أعضاء الهيئة السياسية أعلنت لجنة أعداد المؤتمر ابطال النتائج والدعوة إلى انتخابات جديدة للهيئة السياسية الأمر الذي اعتبر أنه تم تحت ضغوط نجل الرئيس الذي شعر بأنه سيكون أقلية داخل الهيئة الجديدة للحزب خلاف ترجم عبر الدعوة إلى اجتماعين لللجنة المركزية للحزب اجتماع أول جمع مؤيدين لنجل الرئيس حافظ قائد السبسي واجتماع ثانا جمع المؤيدين لرئيس الكتلة البرلمانية سوفيان طبال والنتيجة انتخاب رئيسين لللجنة المركزية سيكون تونس مجرد دقان صغير قد تكون رخصته البطينة باللغة التونسية بيد ربما حافظ أو بيد سوفيان لكن في نهاية الأمر حزيب صغير لا يستطيع أن يكون بديل الحكم لا يستطيع أن يحدث التوازن لا يستطيع أن يجمع العائلة الحدثية لأنه قدم المثال الأسوأ يزعم كل طرف من طرفي الصراع بقانونية اجتماعه وصحة خطواته لتكون النتيجة انقساما آخر يزيد من انحضار نداء تونس الذي أجمعت استطلاعات الرأي على تراجع شعبيته حتى قبل هذه الأزمة انقسام جديد داخل حزب نداء تونس جاء في الوقت الذي كان فيه الندائيون يتحدثون عن نجاح مؤتمرهم وتجاوز خلافاتهم انقسام تعددت أسبابه لكن نتيجته واحدة وهي تضاءل حضوظ الحزب في أن يكون ضمن الأحزاب الفائزة في الانتخابات المرتقبة مراد الدالانس تونس الميادين لقي ثلاثة أطفال مصرعهم في العواصف التي تضرب شرق ولاية تكساس الأمريكية عصير مدمر اجتاحت الولايات الجنوبية ما أسفر أيضا عن عدة إصابات كما أدت العصير إلى ألغاء وإرجاء نحو ستة آلاف رحلة هذا وحذرت الأرصاد الجوية الوطنية من أن أكثر من مئة مليون شخص من وسط الولايات الأمريكية حتى الساحل الشرقي تلقوا تحذيرات من عواصف رعدية شديدة وموجة عصير أخرى كما جرى الإبلاغ عن هبوب سبعة عشر إعصارا في الجنوب من ولاية تكساس حتى ألبما حقق يسريو فنلندا أول فوز لهم في الانتخابات التشريعية منذ عشرين عاما بتقدمهم بفارق ضئيل جدا على اليمين المتشدد الذي حل ثانيا الخاسر الأكبر في الانتخابات هو حزب الوسط بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته وسيحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على أربعين مقعدا في البرلمان المؤلف من مئتي مقعد مقابل تسعة وثلاثين مقعدا سيشغلها حزب الفنلنديين الحقيقيين اليميني المتشدد الفنلنديون ينتخبون برلمانا لبلدهم بغية تأليف حكومة جديدة بدلا عن المستقيل وفي نهاية سباق انتخابي ساخن اتفق السياسيون الفنلنديون على حماية الناخبين من الأخبار المزيفة والتضليل والتشهير أثناء حملاتهم الانتخابية إجراء اضطراري تم اللجوء إليه نظرا لاتهامات بالعمل بأجندات خارجية تبادلتها الأحزاب المتنافسة فيما بينها ولا يخفى أن العامل الروسي كان الأبرز في هذا السجال السياسي فهل يخيف الفنلنديين جوارهم لروسيا؟ صحيح أن تاريخ علاقاتنا الطويلة مع روسيا في صفحات دراماتيكية لكن روسيا برأي لن تقامر بهذه العلاقات وتتخلى عن هذه العروة مع الغرب لذا لا أرى أي تهديد آت من جهة الشرق إذن المسألة تكمن في التنافس على عقول الناخبين وقلوبهم سعيا إلى حظ أصواتهم في نزال حاسم بين اليمين الليبرالي واليساري في ضوء تنام شعبية الحزب الديمقراطي الاشتراكي والمعسكر القومي وتراجع مؤشرات حزب الوسط الفنلندي الذي فشل في تنفيذ وعوده الانتخابية أثناء رئاسته الحكومة أمام الحكومة الجديدة مهمات كبيرة كمحاربة الفساد وحل مشكلتين اللاجئين والرعاية الصحية لكن الأهم هو إقاف بيع فنلندا للرئيس مال الأجنبي والعودة إلى سياسة العدالة الاجتماعية ورقابة الدولة في هذا النزال الشرس بين عقيدتين مختلفتين أريد تسخير العامل الروسي من قبل أولئك الذين يريدون جر فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي من دون تقديم أدلة سواء على تدخلها في الانتخابات أو تشكيلها أي تهديد أمني للبلد فيما المواطن الفنلندي همه الأول تحسن الضمانات الاجتماعية كالرعاية الصحية الفنلنديون ينتخبون برلمانا لبلدهم الذي يعتبر الأكثر سعادة في العالم لكنهم يشعرون بهواجس حقيقية مثل مشكلة المهاجرين والبطالة والضمان الاجتماعي وأخرى وهمية تبلع عليهم من الخارج كالخطر المزعوم من روسيا سلام العبيد هلسينكي الميادين أعلنت محامية مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج أن موكلها مستعد للتعاون مع السلطات السويدية إذا ما طلبت تسلمه وأشارت المحامية إلى أن المسألة المركزية في هذه المرحلة هي تفادي ترحيل أسانج إلى الولايات المتحدة كما أكدت أن اتهام موكلها بالتآمر يطاول بوضوح أنشطة جمع المعلومات وأشكال التواصل التي يلجأ إليها الصحفيون مع المصادر طوال الوقت على حد تعبيرها مهرجان رامالله للرقص المعاصر يكرس حدثا سنويا تطلق فيها تجارب الفنية الفلسطينية مع مثيلاتها العربية والأجنبية تأكيدا لثقافة الفلسطينيين وهويتهم في مواجهة الإلغاء والقمع الإسرائيليين نسرين سلمي بسؤال يطرحه الفلسطينيون حول المصير والمستقبل سواء السياسي أو الاقتصادي أو حتى الاجتماعي جاءت فعالية مهرجان رامالله للرقص المعاصر تحت شعار عوين وكان المهرجان استضاف للمرة الأولى ملتقى الرقص الفلسطيني ليتاحة الفرصة للشباب الفلسطينيين لتقديم عروضهم أمام فنانين أجانب السنة هنا نظمنا مؤتمر ملتقى الرقص الفلسطيني لأول مرة هذا أهم حدث في المهرجان وهذا الجديد في المهرجان استضافنا 15 ضيف من أهم المسالح والمدراء المهرجانات ومدراء مدارس الرقص والمنتجين المهرجان نجح في دورته الرابعة عشرة عبر دعوة 20 فنانا عربيا نقلوا تجربتهم للفنانين والجمهور الفلسطيني فيما شارك في العروض 15 فرقة ترجعنا شوية مشاكل باستقبال الفرق العربية للحصول على التصريح لأننا قدمنا لأوشين 22 تصريح أخذنا بالأول 16 وبقوا زي كمان 5 تصريح أو 7 على الفحص الأمني جمهور المهرجان الذي تابع العروضة بشغف أكد أن مهرجان الرقص بات جزء من هوية مدينة رامالله تصدفه في كل عام ويعزز التنوع والحضور الثقافي المشهد الثقافي فلسطين ثارية ودائما فيه جمهور ودائما فيه جمهور من الشباب والصبايع وهذا جيد من كل الأعمار من كل الثقافات من كل التنوع فكمان بفرج التنوع اللي في المدينة التنوع اللي في البلد الفرق الفلسطينية المشاركة تأمل من المهرجان أن يكون وسيلتها للوصول إلى عروض عالمية مهرجان الرقص المعاصر واحد من مهرجانات ثقافية عديدة يهدف القائمون عليها إلى تعزيز الحوار والتبادل الثقافي بين الفلسطينيين وشعوب العالم نسر سلمي من قصر رامالله الثقافي الميادين إلى العنوين المجلس العسكري في السودان يعفي وزير الدفاع ومدير جهاز الأمن من مهامهما والمعارضة تدعو إلى مواصلة التظاهر حتى تحقيق كل المطالب السيسي يعلن دعمه حرب حفتر على الإرهاب وقوات السراج تسقط طائرة حربية أغارت على طرابلس بومبيو يجدد دهديدات بلاده لما دوروا ملوحا بالمزيد من العقوبات على أنواعها بيلوسي تدعو ترامب إلى حذف فيديو تحريضي ضد النائبة إلهان عمر والبيت الأبيض يبرر ترامب لم يقصد الإساءة وكان في النشرة أيضا مئة مليون أمريكي مهددون بالأعاصير للمزيد من الأخبار زوروا موقع الميادين على الانترنت الميادين.net ولمتابعين باللغة الإسبانية اسبانول.لميادين.net ألقاكم عند رأس الساعة مع موجز للأنباء إلى اللقاء اشتركوا في القناة